موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد اكيد الناس اللي بيتابعوني هنا في القناة زهقوا مني بسبب المايكات لاننا الفترة اللي فاتت عملنا كازا ريفيو لكازا مايك منها مايكات بسلك او سلكية يعني ومنها مايكات بدون سلك او وايرلس ومنها الرخيص ومنها الغالي ومنها لجودته عالية واللي جودته قليلة ولكن يا باشا المايك اللي احنا هنعرضه النهاردة مع بعض غير كل المايكات اللي عرضناها في القناة طب ايه اللي يفرق في المايك ده يا عم بوتريكا هقولك حالا المايك اللي معنا النهاردة هو مايك K35 او K35 واللي يعتبر افضل وارخص مايك وايرلس احترافي موجود حاليا والجميل في المايك ده بقى يا باشا انه بيشتغل على كل حاجة بيشتغل على الموبايل وبيشتغل على الكاميرا وبيشتغل على السماعات وصوته نقي ومحترم جدا فدلوقتي حالا هنشوف المايك مع بعضه ونعرف عيوبه ومميزاته ونعرف كمان طريق التشغيله على الموبايل وعلى الكاميرا لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تخبط اللايك المتين ولو انت مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات دلوقتي هنشوف محتويات علبة المايك ده جماعة المايك بتاعنا هنفتحه دلوقتي ونشوفه مع بعض بسم الله دلوقتي 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 كتاب الإرشادات هذه كل محتويات علبة المايك كتاب الإرشادات المايك اللي ستسجل به المستقبل أو الجزء اللي سيركب في الكاميرا أو في الموبايل وكابل الشاحن بعد ما رأينا محتويات علبة المايك سنرى مع بعض طريقة تشغيله بالنسبة لكابل الشاحن فالموضوع بسيط جداً عندما تجي تشحن هذا الجزء أو المايك نفسه كل ما تفعله أن تركب هذا الجزء في هذا المكان تنقل في هذا المكان وفي أي شاحن موبايل سيتشحن على هم الرياض نفس الآن في الجزء اللي ستعمل وكاميرا أو الموبايل تركب هذا%. وفي أي شاحن موبايل تشحن على فكرة المايك أو الجزء الليvoor هم الاثنين يتشحنون في نص ساعة تقريباً يعني نص ساعة يجب أن نستعر Kahful طريق تشغيل المايك سهل جداً كل ما تفعله ان ستقوم تمسك الجزءم و Ag Clap هذا هذا الضرار في متوصل الان تتعطيهотри سواء اذا ، اذا ما ردت هذه الدقة لان تتكلمه في تنالي ظهريه نبيني وظه certainly ليس اكثر الاعمت أي أنت لو امzahlت هذه الدقة Birch اذا قد WriteA with learning ان ان نعمل الجزء كيف لان نضغط النفس ذلك السيدة ظهري سوف نضغط نبيني على اوان الظهر تحقيق للون الخطر ا voglia هل تفتح معي كده؟ بالشكل ده ما عرفش هيبانة في الكاميرا ولا لا لو انت شايف دلوقتي ان الجزء ده بقى نور عادي والجزء ده بقى ثابت يعني ما بقى نور ويدفز الأول معناها ان المايك والجزء اللي بيستقبل الاثنين جهازين للتسجيل تمام؟ باللوقتي بقى نشوف طريقة تشغيل المايك على الموبايل طريقة تشغيل المايك سهلة جدا كل ما انت هتعمله انك هتمسك موبايلك بالشكل ده وتفتح الكاميرا بالطريقة ده طبعا هتظبطها على وضع الفيديو بالشكل ده بعد كده هتمسك الجزء ده اللي هو المستقبل وتركبه في المكان ده بالطريقة ده تمام كده؟ وطبعا زي ما اتفقنا ان اللمبة دي لازم تكون باللون الاخضر واللمبة دي لازم تكون باللون الازرق كده المايك بتاعك شغال وجاهز للتسجيل هنبدأ نسجل حيطة دلوقتي مع بعض ونشوف تبقى عاملة ازاي هنضغط على التسجيل بالشكل ده ونبدأ نتكلم ونسجل أي شيء ونقرر تمام؟ السلام عليكم نقفل كده مع بعض ونشيل المايك ونبدأ نسمع الصوت고 اسمع معاي كده ونبدأ نتكلم ونسجل أي شيء تمام؟ السلام عليكم ايه الاخبار وأهلاً بكم في فيديو جديد اليوم سنرى مع بعض مايك محترم جداً اسمه K35 كما سمعته الآن الصوت محترم جداً ونقي قوي هذا بالنسبة للموبايل نرى الكاميرا طريقة تشغيل مايك على الكاميرا أيضاً نفس الموضوع ستفتح الجزء الذي فيه المايك بالشكل بطريقة كثيرة وتمسك المستقبل وتضعه في هذا المكان بالطريقة كثيرة وطبعاً كما قلنا اللمبة التي في المستقبل يجب أن تكون باللون الأزرق وطبعاً في المايك نفسه يجب أن تكون باللون الأخضر أتمنى إن نقوم بحقية تجربة تقدم حقاً ونرى كالكاميرا الآن سندخل على إعتدادات الكاميرا وندخل على إعتدادات الصوت كما ترى أماناً في المايك والصوت يعلم في الكاميرا ذلك كما ترى يعني أي شيئ أردماً أردتها بين الصوت هنا بالشكل أو مستوى الصوت بالطريقة ذلك يعني أن الأمان يعمل لكن أثناء جداً لكي يكون مغايداً سنسجل الآن إلى القطور مع له جميعا ناهر نسجد الصوت حيث تسجيل سنبدأ أن نسجل مع بعضla Ost0 السلام عليكم أخبار وأهلا بكم في فيديو جديد اليوم ن 않을 translated by Q35 اوفق pendingata نعمل جزء الذي نصورناه ونسجد الصوت Careful ق room اسمع معي السلام عليكم أخبار وأهلا بكم في فيديو جديد اليوم نbla haft lingrams B35 الذين موجود معنا كما سمعت يا جماعة الصوت ناقي ومحترم جدا لكن للأمانة هناك شيء مهم جدا ويجب أن أقولها الصوت المايك على الموبايل جميل جدا ولم يوجد أي مشكلة أما بالنسبة للكاميرا هناك زنة بسيطة جدا 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 يعني هي تقريبا ليست تقصر معاك في الصوت ولا شيء ممكن بأي فلتر ينقص الصوت لنجدها ظهرة ولكن هي في العموم أصلا ليست ظهرة أنا فقط أقولها للأمانة لكي تتعلم وضع المايك على الكاميرا ووضع المايك على الموبايل هذه هي طريقة تشغيل المايك على الكاميرا وعلى الموبايل بكل بساطة بعدما رأينا المايك مع بعض وعرفنا طريق تشغيله فقد أهم شيئين سوف نعرفهم عن هذا المايك كما تعرفون أن كل مايك لسلكي له مادة معين لو بعدت عنه المايك لن يسجل جيد المادة المايك كي 35 هو 20 متر يعني لو بعدت أكثر من 20 متر عن الموبايل أو الكاميرا لن يسجل صوت جيد نأتي لأهم نقطة والتي تهم كل الناس وهي سعر المايك مايك كي 35 متوفر في متاجر إلكترونية كثير ويتراوح سعره ما بين 340 إلى 350 جنيه وهذا طبعا سعر رخيص جدا لمايك وايرلس صوته ونقي ومحترم ويعمل على كل شيء كما قلنا الموبايل والكاميرا وكما السماعات وعلى فكرة فيه إصدار منه بيبقى 2 مايك ولكن سعره بيوصل لحوالي من 500 إلى 600 جنيه ولو فيه أي حد حابب يشتري المايك يتواصل معي وأنا هبعط له لينك الشراء بتاع المايك وهذا كانت كل شيء عن المايك الذي موجود معنا اليوم كي 35 لو أنت رأيت الفيديو الغيط للحظة فأنت بطل وأنا بشكرك جدا وما تنسى اللايك والسبسكرايب والشير وأراك على خير سلام